اشتركوا في القناة كنقلة نوعية من التقدم على مختلف المستويات واشار معالي رئيس مجلس الشورى الى ان العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه هو امتداد طبيعي للجهود التي قام بها المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الامير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة رحمه الله في تأسيس دولة المؤسسات والقانون وهو ما جعل البحرين تتبوأ المكانة المتقدمة والعالية بين جميع الدول العالم والفت معاليه الى ان مملكة البحرين شهدت خلال العقدين المزهرين تطورا ونماء وتقدما في مختلف المجالات والقطاعات واصبحت رائدة في حقوق الانسان وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية هذا واعرب رئيس مجلس الشورى عن عظيم الفخر والاعتزاز بالخطوات الرائدة التي اتخذها جلالة الملك المفدى واسهمت في وضع مملكة البحرين على خارطة العالم مشيدا بالنقلة النوعية التي شهدتها المملكة على مستوى الحريات ومنظومة التشريعات والقوانين المتقدمة الى جانب ما حققته المملكة من انفتاحها على مختلف الدول واسهم في تعزيز حضورها في المحافلة الدولية وبيض معالي رئيس مجلس الشورى ان التحديات التي تمكنت المملكة من تجاوزها اثبتت للقاص والداني حنكت جلالة العاهل المفدى كقائد لمسيرة التقدم وربان لسفينة الوطن كما حرص جلالته على ارتقاء بمستوى المواطن وعزز من مكانته واكد على توفير كل الامكانيات والجهود لحمايته وتعزيز امنه واستقراره هذا وافاد معالي رئيس مجلس الشورى ان مسيرة العمل الوطني بقيادة جلالة العاهل المفدى ماضية نحو المزيد من التقدم وتحقيق الانجازات وخاصة ضمن العملية الديمقراطية التي تشهد منذ تولي جلالته حفظه الله ومن خلال دور السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب الى جانب التعاون الوثيق مع الحكومة المؤقرة وفي ظل قضاء نزيه ومستقل مؤكدا معاليه ان الجميع يقفون مع هذا المشروع ويرون فيه الامل لمستقبل مشرق وواعد معاهدا جلالة الملك حفظه الله ورعاه باسمه وباسم اعضاء مجلس الشورى على بذل اقصى الجهود لتحقيق هذه الغاية النبيلة واختتم رئيس مجلس الشورى تسريحه بالتأكيد على ان جلالة الملك المفدى سيبقى بعون الله وتوفيقه والراعي لنهضة مملكة البحرين والضامن الاول لتلاحم شعب البحرين المخلص ومصدر لقوته ونمائه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر